عايزة ابتدي مع حضراتكم النهاردة بسؤال السؤال بيقول بعد شر يعني عن الناس كلها بس لو انت عندك كورونا والأعراض مش قوية يعني انت عندك كورونا والأعراض مش قوية قوي يعني تقدر تحتملها وتقدر تنزل وعندك مشوار مهم جدا جدا عندك امتحان عندك شغل مهم جدا عندك سفرية مهمة جدا 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 هتنزل وتروح مشوارك ولا لأ عشان ما تعديش الناس ارجوكم انا محتاج الاجابة لان بالاجابتنا كلنا انتوا عارفين ان احنا مش بنضيع وقت يعني في البرنامج وبنسأل اسئلة وخلاص بدليل ان انتوا لما قلت حاجات المرة اللي فاتت يعني هي تقريبا اللي حصل معنى كده ان احنا كلنا بنفكر بنفس الفاكر يعني انت زي ما بتفكر بتفكر على فاكرة زي ناس في الحكومة زي وزير بيفكر يعني ورأيك يحترم وكلنا رأينا تحترم فانا عايز بس اعرف الرد من حضراتكم لو حد يعني بعد تشارع عنكم كلكم عنده كورونا وحتى الاعراض خفيفة يعني الاعراض مش قوية ويقدر ينزل وروح وييجي وعندك مشوار مهم عندك حاجة مهمة جدا سفرية مهمة عندك امتحان عندك شغل مهم عندك مشوار للبنك مهمة جدا جدا تروح ولا لأ معين ان انت لو رحت هتعدد ناس حتى لو انت لابس كمامة ممكن تعدي احد ارجوكم انا محتاجي الاجابة بتاعتكم هتفرق معنا كلنا واللي حابب يتواصل معنا عن طريق التليفون زي اصدقائنا اللي بيتواصلوا معنا كل يوم ارقام التليفونات على الشاشة انا مش عايز الاجابات النموذجية مش عايز الاجابات اللي هي يعني الجميلة يعني انا عايز كل بصراحة نتكلم مع بعض كده بصراحة هتنزل ولا لأ هتنزل ولا لأ وعلى فكرة انا هبتدي من دلوقتي ناخد برضو الاجابات عن طريق الصفحة على الفيسبوك لحد ما يجي لنا التليفونات هعيد السؤال تاني عشان لسه شايف ناس كتير داخلها دلوقتي لو بعد الشارع عنك يعني عندك كورونا والاعراض مش قوية وتقدر تنزل وتروح وتيجي وعندك مشوار مهم عندك امتحان عندك مشوار في البنك عندك صفر عندك شغل مهم هتنزل وتروح ولا لأ وانت لو نزلت هتعدي ناس كتير قول لي ارجوكم يعني وجهة نظركم ايه في القصة مش وجهة نظركم الحقيقة يعني هتعمل ايه تروح ولا ما تروحش اشتركوا في القناة